يعتبر برنامج نوشن من أهم البرامج لزيادة الإنتاجية وتنظيم الأعمال الشخصية والمهنية كذلك حيث يمتلك برنامج واجهة سهلة الاستخدام يمكن لأي مستخدم التعامل معها بسهولة حيث يمتاز البرنامج بدعم عملية السحب والإفلات في أغلب خصائصه مما يجعل من تنظيم الأعمال والمشاريع أمرا ممتعا وفعالا دعونا في هذا الفيديو نقوم بشرح هذا البرنامج أو هذه الخدمة بشكل عام سنقوم بذهاب لموقع نوشن.سو لحتى ننشئ الحساب في خدمة نوشن وكذلك لحتى نحمل البرنامج خدمة أو برنامج نوشن متاح في أغلب المنصات من الممكن تنزيل البرنامج على نظام الويندوز أو الماك وكذلك يمكن استخدامه من خلال متصفح الوب مباشرة بدون تنزيل النسخة وهو متاح أيضا كتطبيق للأجهزة المحمولة إن كان على أندرويد أو آيو اس رح أضع لكم رابط لتنزيل البرنامج من على المنصات المختلفة في وصف هذا الفيديو كذلك وقت الدخول لقسم برايسينج فيه أكثر من اشترك فيه النسخة المجانية اللي أنا أشوفها كافية جدا للاستخدام الشخصي وفيه النسخة المدفوعة مثل بلس مع ميزات إضافية أو بيزنس أو انتربرايس بإمكانك مشاهدة الفروقات من خلال الجدول السفلي واختيار الشيء الأنسب لك بهذا الفيديو رح نستخدم النسخة المجانية فرح نلغط على Get Started بعدها نقوم بإكمال خطوات التسجيل وبعد الانتهاء رح تكون قادر على استخدام النسخة من خلال متصفح الويب مباشرة وهنا الآن لديك حساب على البرنامج تستطيع استخدامه مباشرة من خلال متصفح الويب لديك أما لو حبيت نزل برنامج Notion يبقى على جهازك وتستخدمه كبرنامج منفصل فبإمكانك تنزيل نسخة البرنامج بالذهاب لإسم الحساب لديك من الأعلى واختيار الأمر Get Windows App حتى يبدأ بتنزيل النسخة وبعدها تتابع بعملية التثبيت السهلة وتقوم بإدخال حسابك نفسه على Notion لحتى يكون البرنامج جاهز للاستخدام مباشرة من على جهازك الكمبيوتر تعتبر الوجه الرئيسي للبرنامج سهلة للغاية وهي أحدى نقاط قوته نجد من على جانب الأيسر التبويبات الخاصة بالمشاريع التي تم إنشائها سابقا يسميها البرنامج صفحات بيجز وهي صفحات تكتب فيها ما تريده بالإمكان إضافة صفحات فرعية تابعة للصفحة الرئيسية لزيادة عملية التنظيم هذه الصفحات الموجودة حاليا قام البرنامج نفسه بإنشائها لك لمساعدتك أكثر بفهم البرنامج بإمكانك من رمز النقاط الثلاثة الوصول للخيارات كحثف الصفحة أو نقلها لمكان آخر أو تسميتها وغيرها لديك من الأعلى خيارات الحساب بالضغط على اسمك تستطيع تسجيل الخروج منه أو إضافة حساب آخر والتنقل بينهما لديك أيضا البحث عن أي شيء في المعلومات التي تم إدخالها بصفحاتك أو مشاهدة الإنبوكس أو صنوق الوارد لو أحد شارك معك شيء أو قام بعمل إشارة لك بإحدى الصفحات ولديك أيضا الخيارات والأفراد للوصول لكل الخصائص الخاصة بحسابك في نوشن أيضا لديك هنا خيارات الكالندر التقويم وإدراج قوالب أو استيراد قالب من مكان آخر هذه النظرة سريع على القوائم الموجودة دعونا نستفيل بالصفحات نفسها فهي أهم ما في البرنامج كما أخبرناكم فإن أهم ما يميز برنامج نوشن هو صفحاته وطريقة إدارة له الصفحات هي عبارة عن مكان احتفاظك بالمعلومات الخاصة بك فلو أردت إنشاء صفحة أضع فيها مخطط لرحلات التي أود القيم بها لزيارة بعض البلدان العربية سأقوم بعمل صفحة أود وضع كل التفاصيل السفر فيها الصفحة ستكون رئيسية ولا تندرج تحت أي صفحة مولودة سابقا بالتالي إما من الأعلى أضغط على New Page أو من Add Page هنا يتم إضافة صفحة رئيسية هنا تمت إضافة الصفحة كصفحة رئيسية دعونا نضع لها عنوان فهنا بدل Untitled سنسميها تراثل بلان هنا في الأعلى بتقريب الفأرة تستطيع إضافة أيقونة أو صورة غلاف كبر أو تعليق دعونا نضيف أيقونة من الأيقونات الأساسية سنبحث عن طائر Airplane هذه عند إضافتها ستظهر أيضا قبل إسم الصفحة من التبويبات الجانبية لتستطيع تمييزها بشكل جيد دعونا أيضا نضيف غلاف للصفحة بتقريب المؤشر من هنا واختيار Add Cover البرنامج سيضيف صورة من عنده تستطيع طبعا تغييرها من Change Picture ولديك خيارات اختيار الصورة من الستيديو لديك صور جميلة تستطيع الاختيار منها أو رفع صورة من جهازك الكوميتر بحيث لا يتجوز حجمها 5 ميجا بايت للحسابات المجانية أو وضع رابط الصورة من موقعها أو أن تبحث عن طريق الموقع الشهير أنس بلاش الذي يحتوي على ملايين الصور عالية الدق نبحث عن Travel مثلا لديك خيارات جميلة نختار هذه الصورة أيضا نستطيع تغيير تموضع الصورة من Reposition وتحريكها للمكان الملائم الآن انتهينا من الغلاف أصبحت الصفحة مبهدة تفتح نفسك على إكمال العمل وتنظيم هذا الأمر بشكل أرواح الآن ننتقل لكتابة التفاصيل وهنا تعتبر نفسك وكأنها صفحة كصفحات برنامج الورد أو شريحة كمشرائح البوربوين تستطيع الكتابة فيها وإدراج العناصر كما يحلولك في الورد والبوربوين تستطيع الكتابة في الصفحة وإدراج العناصر من القوائم العلوية هنا أنت تكتب مباشرة ما تريد ومن رمز الزائد تستطيع إضافة العناصر التي تحتاجها مثلا هنا أود إضافة عنوان أساسي تستطيع الضغط على هذا الزائد لإضافة نص تيكست أو صفحة داخلية بيج أو قائمة المهم تودو لست أو عنوان رئيسي أول هيدينغ ون أو عنوان رئيسي ثاني هيدينغ تو أو ثالث وهكذا ممكن جدول تيبل قائمة نقاط أو قائمة مرقمة وغيرها كعناصر مهمة كالصور وصفحات الإنترنت والأصوات والفيديوهات والأشياء الجميلة كما قلنا كأنك بصفحة وورد تستطيع إدراج كل ما يحلولك من رمز الزائد سأقوم باختيار هيدينغ ون ونكتب دبي أنها أول مدينة راح نزولها نكتب مثلا وصف بسيط لمدينة دبي وهو نص عادي فلا يحتاج أن ندرك شيء إنما نكتب مباشرة ما نريد هذا النص وأي نص موجود هنا لو أحببت أن تطبق عليه تنسيق ما فقط تحدد عليه لحتى تطالك عناصر التنسيق كالتغميق والتميل وتحته خط أو عمله كرابط أو تولوينه أو تلوين خلفيته فأشياء جميلة تستطيع عمله خلونا بسطر بعده ندرج صورة فمن رمز الزائد أيضا نختار الصورة ويعطينا خيارات رفع صورة أو رابط أو البحث ضمن أنس بلاش راح نبحث عن دبي مثلا وممكن أن نضيف هذه الصورة ممكن أوضع أهم المعامل اللي راح نزولها بدبي راح أكتب بلايسز هل أنا مانظفة هيدينغ كعنوان ولكن بإمكاني بعدما أكتب النص أغيره العنوان فمن النقاط الجانب هذا الصدر أنقر عليه وتعطينا خيارات مثل الحذف والتكرار والنقل ومنها التحويل إلى تورن انتو أختار هيدينغ تو أي عنوان أساسي ثاني ومباشرة نطني يتم تحويل هذا الصدر الليلو هل ممكن أكتب أهم من المعالم اللي ممكن نزولها مثلا بروج خليفة أتلانتس ووتربارغ ميوزيم оф the future وأورا سكايبول هاي أهم المعالم اللي ممكن نزولها في دبي راح أحدد عليها سوية ومن رمز النقاط أحولهم كلهم لقائمة منقطة بوليتلست نضيف صورة لكل واحدة وممكن موقعهم من أجل السهولة الوصول إلىهم فين أضغط على انتر وأحذف النقطة هذه راح أضيف صورة يأما أضغط على هذا الزائد وأكتب ايميج وهون مباشرة يأخذنا عليها وأختارها خليني أبحث ضمن انس بلاش على بروج خليفة ممكن أن ننزل هذه حتى تنزل بهذا المكان نشوف إن الصورة كبيرة قليلا نستطيع تصغيرها من الخطوط الجانبية للصورة وكذلك من الممكن تغيير محاذاتها وخصائص هذه الصورة من رمز الثلاث نقاط هذه لديك خيارات عديدة ومن بينها المحاذة نجعل محاذات الصورة لليسار الآن ننزل لسطر جديد بالضغط على انتر ونقوم بإدراج موقع بروج خليفة من على جوجل مابس أنسخ رابط الموقع من هنا وبالعودة لانوشن ألسق الرابط بشكل مباشر وهو سيتعرف عليه كرابط أستطيع متى ما أردت بالنقر عليه والذهاب للموقع مباشر دعني أكتب قبله كلمة location وأحدد عليه حتى تطلع لي خيارات التنسيق وأجعله غامق فقط بالنسبة لأتلنتس وتربارك نفس الأمر أضيف سطر وأحذف النقطة وممكن أضيف الصورة بنفس الطريقة وممكن كذلك فقط أكتب رمز السلاش وبعدين أكتب العنصر اللي أريد أضيفه وهو الصورة image حتى فوراً يأخذني لهذا العنصر فيعني دائماً إذا تكتب ببداية السطر رمز السلاش العصاء المائلة فهون بمثابة أنك تريد لدرج عنصر تكتب فقط كم حرف من بداية اسم العنصر لحتى تجيب لكيه وتقدر تختار نزل صورة الأتلنتس وتربارك بنفس الطريقة من أنسبلاش وأكتب كلمة location أجعلها غامقة وأوضع الرابط تحتها ونتابع وننزل صورة متحف المستقبل وصورة أورا سكايبول من الممكن أيضاً أن أقوم بتغيير هذه بدل أن تكون نقاط ممكن أخليها كقائمة مطوية تسمى toggle list فرا حدد على عنوان برج خليفة ومن النقاط الجانبها أختار تحويل إلى turn into وأختار toggle list وهذه ستصبح قائمة مطوية ممكن أطويها وأفتحها إيمة ماري رح أوضع بداخلها الصورة والرابط فأحدد عليهم كلهم هذولا ومن رمز النقاط بجانبهم أسحبهم إلى هذه toggle list حتى الآن تصبح بداخلها نطويها ونوسعها بأي وقت نريد رح أخلي هذا الخط غامق فأحدد عليه ممكن فقط أضغط على اختصار ctrl b حتى يخلي غامق رح أكرر العملية لأتلنتس ووتربارك أحولها لتوجل list وخليها أيضا غامقة بالاختصار ctrl b وأنقل إليها الصورة والموقع كذلك وهكذا متابعة للبقية ممكن أن ننزل الفندق اللي رح ننزل فيها أضيف heading to أو ممكن أفكر أنه أعمله أيضا كقائمة مطوية توجل list لدينا توجل list نفسها اللي استخدمناها مؤخرا وكذلك لدينا toggle heading ممكن أختار toggle heading to وأكتب hotel رح يكون فندق هو هلتون جميلة هذا الفندق اللي رح أنزل فيه فندق جميل عندي هنا رابط الفندق رح أنسخه وأرصقه هنا لكن ممكن ما أرصقه لصق مباشر ممكن أجب عنصر web bookmark وهذا أدخل الرابط بداخله هو رح يكون رابط ولكن يعطيك شكل الموقع مباشرة كصورة يعني مثل ما نشوف أمامنا هذا هي ممكن أضغط عليها ويمنقلني للموقع مباشرة هناك العديد من الأشياء الجميلة التي ممكن إضافتها لصبحتك أنصحكم بمشاهدة كل العناصر التي تستطيعون إضافتها من رمز الزائد لمعرفة إمكانيات هذا البرنامج الآن خلونا ننتقل للمكان الثاني وليكن الرياض لحتى نزوره رح أضيف خط مستقيم يا أما من رمز الزائد يا أما أوضع رمز الستاش وأكتب divider هذا نشوف خط منصف يعني مشان أنتقل له شيء جديد رح أضيف عنوان أول فslash heading هذا هو أضغط enter حتى ينضف وأكتب الرياض مباشرة نكتب وصف بسيط للرياض نحدد على هذا النص وممكن أخليه بخلفية بسيطة شوي بعدها ممكن ندرج صورة نزيد الصورة ونختار من أنس بلاش أيضا نكتب الرياض ونضيف هاي الصورة كذلك أيضا نضيف عنوان ثاني ونكتب places الأماكن اللي رح أنزورها في الرياض ممكن هنا الآن أنضيف toggle list كما فعلنا منذ قليل فنضيف الدرعية كذلك الأمر toggle list لحتى نضيف مثلا تحلية street شارع التحلية أيضا لدينا واجهة الرياض وأيضا لدينا مدينة الملك عبدالله المالية نضيف صورة الدرعية كصورة وعلى فكرة لو لدينا صور من على جهازنا نستطيع فقط سحبها وإفلاتها إلى هذا الموقع مباشرة وسيتم إدراجها بكل بساطة نكمل ونكتب location نحدد عليه ونجعله غامق ومن ثم نقوم بإضافة الموقع كما فعلنا منذ قليل ونكمل لإضافة الصور والمواقع لكل الأماكن الثانية حتى تصبح لدينا الصفحة مكتملة بهذا الشكل أصدقاء نكون أضفنا الأمور الأساسية خلونا نعمل سطر divider وآخر شيء خلينا نضيف بعض الأمور الأساسية وقت أسافر أنا لازم ما أنساها رح عملها كمهام مثل جوازات السفار الكاميرا الفلوس هذه لازم أخذها معي فبالتالي لازم ما أنساها فرح أوضعها هنا كمهام رح أضيف عنوان heading one ونسميها backing list نضيف بعدها قائمة to do list فبنا زائد أختار to do list والآن رح أضيف الأمور اللي بديها مثلا الباسبورتز الموبايل الكاميرا الباوربانك المني يعني أي شيء أضيف هنا وهون عندما أبدأ رحلتي رح أجي لهذه المهام وممكن فقط أوضع صحة الأشياء اللي أنا أخذتها مش هل ما أنساها فمتى ما وضعنا صح معناها تم اكتمالها به أيضا بالإمكان إضافة المستندات مثلا أنا يلزمني حجوزات السفار يلزمني الفنادق يلزمني أيضا الباسبورت فممكن أيضا أضيف heading هنا أو شيء خلينا أضيف divider أضيف أيضا heading one وأجيب documents أو ممكن هنا أجيب أيضا عنصر آخر وهو الفايل يعني كل شيء أريد أضيفه هو كعنصر هنا هذا الفايل أحمل مثلا الملفات وليكن الباسبورت وليكن الحجوزات كما قلنا ولا تنسوا أن الملف لازم يكون حجمه 5 جيجابايت كحد أقصى هذا فقط الحسابات المجانية تديح لك فقط حتى 5 ميجابايت لو تقيت حسابك لأكثر من هذا ممكن تحمل أحجام أكبر بهالشكل أصدقائي نكون عملنا الصفحة فيها معلومات مهمة وتفاصيل وعناصر جميلة تخلي الصفحة أكثر تفاعلية وفيها معلومات وتفاصيل كثيرة للتذكير فنحن فقط أضفنا صفحة وبدأنا بإضافة العناصر أول شيء وضعنا الكبر ووضعنا العنوان وضعنا أيقونة ثم بعدين صرنا من مرض الزائد نضيف العنصر الذين أحتاجوا ونكتب نضيف العنصر الذين أحتاجوا ونكتب حتى أصبح لدينا هذه الصفحة المليئة بالمعلومات دعونا نعمل مشروع ثاني رح أوضع شيء أنا أستخدمه بشكل دائم في عملية تنظيم قناتي على اليوتيوب وهو حتى ما نضيع الأفكار من عندي فأنا أستخدم نوشن بتسجيل هذه الأفكار وتنظيمها من أجل تسجيل الفيديوهات وتنزيلها على القناة فدعوني أريكم كيف أقوم بذلك سأقوم بإضافة صفحة جديدة رح أسميها يوتيوب وأضيف أيقونات يوتيوب في البداية الأيقونات الأساسية لا يوجد فيها يوتيوب على حسب علمي فممكن أبحث في الإنترنت على يوتيوب وأختيار الصور المناسبة رح أسخ رابط هذه الصورة كبإيميج لينك وبالعودة لنوشن من الغلاف من قسم كاستوم أوضع الرابط هنا وأؤكد من صفحة شوف الأيقونا ظهرت أيضا من خلال التويبات الجانبية نضيف أيضا صورة غلاف من أنسبلاش أو ممكن أختار لون عادي من هنا أتوقع سيفي بالغرض الآن بالنسبة لي أنا أنزل في اليوتيوب ثلاث أنواع من الفيديوهات كورسات كاملة وشورتز وفيديوهات مختلفة هنا بالإمكان إضافة صفحات داخلية ممكن من رمز الزائد أو أوضع سلاش كما عرفنا وأختار بيج حتى يقوم بفتح صفحة جديدة هنا وكأنك بدأت من الصفر وتكمل مثل أي صفحة نحن اشتغلناها سوى إنه هاي الصفحة الآن أصبحت تتبع لصفحة الأساسية صفحة اليوتيوب نكتب مثلا فيديوز نضيف أيقونة ولتكون أيقونة فيديو وغلاف مثل ما عملنا أكثر من مرة الآن لو نفتح من اليسار يوتيوب ستجد بداخلها صفحة الفيديوهات هذا لزيادة التنظيم أكثر فأصبح صفحة بداخل صفحة وبإمكاني طبعا أن أقوم بإضافة صفحة داخلية بداخل الفيديوز وهي تتبع لفيديوز وتتبع لليوتيوب يعني متى ما تريد تصبح العملية تنظيمية أكثر لو تفتح صفحة يوتيوب ستجد بداخل هذه الفيديوز خلونا نعمل صفحة أخرى بإسم كورسز وصفحة شورت ونأخذ الخيارات الثانية ممكن أن نضيف الصفحة الجديدة مباشرة من هنا من رمز الزائد وستكون صفحة كورسز ونأخذ أيقونة بسيطة للكورسز ونعمل أيضا كبر ونأخذ أي صورة نحن صدنا عارفين كيف نقوم بذلك والآن نضيف الصفحة جديدة من الممكن إضافة صفحة داخلية تتبع لصفحة اليوتيوب مباشرة من القوائم الجانبية من هنا الضغط على رمز الزائد هذا والذي سيقوم بإضافة صفحة داخلية له نسميها بإسم شورت ونضع لها أيقونة وأيضا غلاف لهذه الصفحة الآن مثل ما نلاحظ لدينا صفحة رئيسية باسم يوتيوب وبداخلها صفحة فرعية فهذا أيضا أهم ما يميز نوشن إنك تستطيع وضع صفحة بداخل صفحة وتنظيم العملية بشكل أفضل حتى تصل لما تريد تستطيع وضع صفحة بداخل كل صفحة من هذه الصفحة تنظيم العملية أكثر وتستطيع نقل أي صفحة لصفحة أخرى بشكل سهل عن طريق السحب الإفلات وهكذا هي عملية التنظيم داخل نوشن هنا في الصفحة رئيسية يوتيوب نستطيع أن نكتب قبل أو بعد هذه الصفحات وكأن هذه الصفحة هي عناصر ومتى ما أردت تستطيع الضغط على هذه الصفحة للدخول له هنا رح نضيف أنصر database قاعدة بينات وهذا الأنصر مهم ضمن نوشن لأنه رح يحتفظ بالبينات كقاعدة بينات يمكن إعادة تنظيمها بأي وقت مثل ما سنشاهد بعد قليل تعتبر أيضا هذه الdatabase كصفحة أيضا أي عنصر منفصل بالإمكان إدخال فيه ما يحلو لك من بينات أنا هنا أضفت table view ضمن اسم الdatabase وهنا نشاهده كأنه صفحة منفصلة يمكن وضع عنوان كيوتيوب فيديوز وهذا العنوان نعتبر عنوان لقاعدة البينات هذه وكما قلنا فإن قاعدة البينات تعتبر وكأنها صفحة منفصلة لو ضغطنا عليها من القوائم الجانبية سنجدها تفتح في صفحة ونستطيع وضع لها أيقونة وغلاف ولكن بهذا الشكل سيصبح لدينا صفحة يوتيوب وبداخلها صفحة اليوتيوب فيديوز وبداخل القاعدة لو أحببت أن تكتفي فقط بالقاعدة أن تتبع مباشرة لليوتيوب بدون أن يكون هناك صفحة قبله فنستطيع فقط سحب هذه الصفحة وترقيتها لتصبح تتبع مباشرة لليوتيوب وبإمكانك طبعا حذف هذه الصفحة لو لم تعود بحاجة والآن نقوم بتعيين غلاف وأيقونة لصفحة البيانات هذه هنا داخل هذه الصفحة لدينا جدول مع بعض الأعمال بعيد تسمية الأول وليكن اسم الفيديو فيديو نيم أحذف هذا العمود لست بحاجته كما أقوم بإضافة عمود آخر من زر الزائد نشاهد أن لدينا العديد من الأنواع التي يمكن إضافتها كالعمود النصي والرقمي والتحديد القائمة منسدلة فيها مجموعة من الخيارات أو قائمة الاختيار المتعدد وغيرها من العناصر التي من الممكن إضافتها دخلونا نضيف النص دخلونا نسميه description أي وصف نضيف عمود آخر للاختيار من متعدد أي select ونسميه الحالة لstatus كما نضيف عمود للتواريخ ممكن نضيف رابط URL بحيث بعد نشر الفيديو نحتفظ برابطه ممكن أيضا نضيف category الفئة يعني هو رح يكون فيديو لإيش لإكسل ولا وورد ولا ما إلا لانك لو أحبت تنقل أي عمود بعد إضافته ففقط بالسحب ونقله إلى أي عمود رح يكون بهذا الشكل تنقله للمكان المناسب أيضا بإمكانك لو أضفت عمود وتحب تغير من طبيعة البيانات المدخلة فيه فبإمكانك الضغط على رئيس هذا العمود ومن تعديل الخصائص من القائمة الجانبية لديك المقدر لتعديل الإسم أو تعديل العيقونة أو تعديل طبيعة البيانات لشيء آخر وهكذا الآن نقوم بإضافة الصفوف وهي الفيديوهات التي سنقوم بنشرها مثلا الفيديو الأول وليكن Excel Dynamic Array Formulas فيديوهات لشرح المعادلات الديناميكية بالشرح ممكن نذكر أنه هذه رح نشرح فيها معادلات مثل الصورت والفلتر واليونيك والسيكونس وغيرها هنا عند الفئة Category تظهر قائمة بالخيارات اللي سبقوا أدخلتهم حاليا لا يوجد أي خيار نكتب الخيار الجديد وهو Excel أي فئة هذا الفيديو هو Excel أستطيع الضغط على Create حتى ينشي هذا الخيار بهذه القائمة أو أضغط على Enter حتى يتم إدراجه وإنشاؤه كخيار من ضمن هذه القائمة بإمكان أن أضغط على ثلاث نقاط هنا بجانب هذا الخيار لتغيير هذا الخيار أو حذفه أو تغيير لونه سأجعله أخضرا كما الأكسل نفس الأمر في عمود الحالة Status فهنا لا يوجد أي خيار حاليا هذا الفيديو لم يبدأ بعد فسأكتب Not Started Yet وأضغط Enter حتى يتم إدراج هذا الخيار الآن سيصبح هذا الخيار موجودا في حيث إذا رحت على صفة آخر من نفس العمود تريد أن تختار واحد من هذه الخيارات التاريخ ممكن أختار التاريخ المتوقع لإنجاز فنشوف يعني كل عمود على طبيعة البيانات اللي يكون يتيح لك مثل هون يتيح لي أنه أختار اختيار من التاريخ بالنسبة للرابط أول ما ينتشر الفيديو رح أوضع الرابط هنا فيعني حاليا ما عندي رابط وهكذا نكون بإدراج فيديو آخر وليكون فيديو عن شرح Notion نشرح من خلالها نشر المشاريع بالفئة لو كان الخيار موجود ممكن نختاره كما الأكسل ولكن نريد أن نضيف خيار آخر وهو Productivity فنكتبه ونضغط على Enter حتى يصبح هذا الخيار موجود ضمن القائمة والآن نشاهد أن لدينا خيارين نستطيع في بقية خلايا هذا العمود أن نختار أحدهما ولو أردنا شيء آخر فنضيفه كما فعلنا أن نكتبه مواشرة ونضغط Enter أو Create Inge بالنسبة للحالة فهذا الفيديو قيد المعالجة AnyProgress باعتبار هذا الخيار ما نموجود فرح أكتبه حتى ينرج معه نعين التاريخ المتوقع لإنجاز هذا الفيديو وهكذا نكمل ونضيف بقية الفيديوهات بكتابة النص والشرح والاختيار من القائمة لو كان الخيار موجود أو إضافته إليهم بالكتابة بشكل مباشر الآن سيصبح أي فيديو نقوم بتنزيله نعدل التاريخ لو كان أو نقوم بوضع الرابط وهكذا تصبح العملية ممتعة بعد انتهاء الدخال الصفوف الآن تصبح العملية بالفعل ممتعة جدا من الممكن إضافة الإجمالي في الصف السفلي مثلا هنا تشوف عدي إمكانية أعدل كل count all أو أعدل قيم فقط قيم الفريدي count unique values أو أعدل فراغات أو الغير فارغة أو نحط نسبة الفارغة أو غير فارغة وهكذا طبعا بإمكاني إضافتها لكل عمود هذه النتائج ولو كان عندك عمود رقمي تستطيع إضافة المجموع أو المتوسط وغيرها أيضا من الممكن من عنوان العمود أن نقوم بترتيب جدول بناء على هذا العمود كترتيب أب جديد الأسماء أو ترتيب الحالات أو ترتيب حسب التواريخ الأقدم للأحدث أو العكس كذلك من الممكن التصفية على مثلا فقط الفيديوهات التي لم تبدأ أو ما إلى ذلك أو التصفية على تاريخ محدد من بين هذه الخيارات وهناك أنواع تصفية أخرى تشاهدها من الأعلى يمكن من هنا مسح ما قمت به من ترتيب أو تصفية وتعيد الجدول إلى ما كان عليه كذلك من الأشياء الجميلة التي تستطيع مشاهدتها من خيارات الجدول من رمز الثلاث نقاط هذه أنك تستطيع تغيير تخطيط هذا الجدول من layout من الممكن أن نجعل هذا التخطيط بشكل board ليصبح كما البطاقات يمكن نقل البطاقات من مكان الآخر كأن يصبح الفيديو هذا قد المعالجة فأنقله لعمود any progress هذا النمض جميل جدا ومستخدم بكثرة ممكن أيضا تغيير التخطيط ليصبح كخط زمني هذه تفيد للمشاريع والمهام وكذلك كتقويم أو كقائمة لكل واحد منها عرض جميل ومميز تستطيع استخدامه لا تنسوا أصدقائي أن طريقة العرض هذه تتم لنوع الdatabase التي أضفناه لأن notion يحتاج الاحتفاظ بالمعلومات كقاعدة بيانات ليستطيع تغيير التخطيط بضغط زر كما نود الإشارة إلى أن كل صف من صفوف جدول هذه هي عبارة عن صفحة كذلك الأمر أي مثلا يمكن فتح هذا الصف من كلمة أبن لمشاهدة جميع التفاصيل التي وضعنا له كما يمكن إضافة تفاصيل أخرى في النهاية مثل script أو صور أو روابط أو فيديوهات كما لو أنك بصفحة منفصلة فهذه هي قوة notion كل ما يتم إدخاله يمكن معاملك صفحة منفصلة وتستطيع وضع فيها ما تريد أتوقع إلى هنا تصبح لديكم نظرة كافية لطريقة تعامل notion مع الصفحات وكيف تقوم بإضافة الصفحات والعناصر بداخلها لتنظيم أعمالك ومشاريعك وأفكارك بطريقة ممتعة بالنسبة لي أستخدمه لوضع أفكار الفيديوهات التي أقوم بيدراجها أوضع فيها أفكار وخطط مستقبلية لأعمالي الخاصة والمهنية أوضع فيها أيضا تفاصيل حساباتي البنكية للوصول لها بسرعة أوضع فيها المصارف الشهرية مستندات مهمة أقوم بمشاركتها دائما مع الغير وغيرها الكثير تجد الإشارة إلى أنك بشكل دائم تستطيع إضافة قوالب جاهزة تستطيع الاستفادة من الأفكار الموجودة فيها من خيار تملت هنا لتجد عدد من الأفكار الملهمة التي تستطيع استخدامها في نوشن كما تجد الإشارة إلى أننا حاليا استخدمنا نسخة الديسكتو ولكن تستطيع متى ما أرد من أي متصفح الدخول لنفس حسابك ومشاهدة كل ما قمت بعمله من أفكار ومتابعته وكذلك لو قمت بتثبيت برنامج نوشن على جوالك تستطيع المتابعة من خلال جوالك مباشرة عندما تدخل من نفس الحساب وتستطيع أن تدير العملية من جوالك من الآيباد من الجهاز الكوميتر ومن كل مكان أن ترتب أفكارك وتتابعها بأي وقت تريده أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيد لكم أصدقائي وتستطيعون الاستفادة من نوشن من تنظيم أعمالكم اليومية لكم مني كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة